السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله ما بعد أيها الأخوة مهلاً مهلاً فإن شهركم هو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة والله تعالى أمر نبيه أن يبشر الصابرين ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم واعلم أن في الصبر على ما تكره النفس خيراً كثيراً فالجنة حفت بالمكارح والنار حفت بالشهوات أنتم في شهر السباق فاستبقوا الخيرات من الخيرات مجالس الذكر فهي رياض الجنة موطن الحكمة ومنزل الرحمة وفي بيوت الله مكان النور الله نور السماوات والأرض إلى قوله في بيوت أذن الله أن ترفع فينبغي للمسلم أن يلتمس النور لعل الله تعالى أن يهدي قلبه ويصلح شأنه فإن الخير كل الخير في دين الله عز وجل ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ولنعلم جميعاً أيها الإخوة أن الدين جاءنا بكل شيء دين الله تعالى فيه كل خير فهي رسالة الله تعالى لعباده فيها الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فأبشروا أيها الإخوة فإن من يمشي في طاعة ربه ويتعب في طاعة ربه ويخلص لربه فإن الله وليه وكافيه كما قال جل وعلا الله ولي الذين آمنوا وقوله سبحانه بأن الله مولاكم وهو خير الناصرين والآيات في ولاية الله للعبد كثيرة فمن كان الله وليه فلا يقلق حياته وبعد مماته وفي قبره إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين المهم أن تكون صالح وإذا أصلحك الله فأنت سعيد أسعد الناس الصالحون في الدنيا وفي الآخرة فدنياهم هنية وإن لم يروا الناس معهم سيارات فارهة أو عمائر طويلة أو أرصيدة متخمة فالسعادة ليست بجمع المال ولا بكثرة العيال فلا تعجبك أموالهم ونحن في شهر الصيام ونحن في شهر الصيام أن نكون مع الله منيبين إليه متقربين إليه مؤثرين طاعته على كل الدنيا كلها بحذافيرها فإن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه أيها الإخوة على ما ينتصف الشهر والكثير لم يفقه ولم يتحرك ولم يعطي شهره ذاك الاهتمام لأنه مر به رمضان قبل ذلك ويظن لربما يصل إلى رمضان الآخر إن ظن إلا ظنه فالأمر إلى الله ليس لك من الأمر شيء فأنت وصلت إلى هذا الشهر العظيم فعليك أخي المسلم أن تغتنم أيامه وساعاته ولحظاته ودقائقه وثوانيه وأن تأسف على كل لحظة مرت بك في هذا الشهر لم تودعها عملا صالحا ينفعك ويرفعك عند الله فإنها الدنيا كلها إنما هي دار للتزود فهي متاع قليل والآخرة خير لمن اتقى فتزودوا خذوا للحياة الأبدية أعطوا الحياة الفانية ما يليق بها وبقدر مدة بقائكم فيها وأعطوا الآخرة مدة بقائكم فيها فإن الآخرة لا نهاية لها فينبغي لك أخي المسلم أن تكون كما كان صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان وذلك حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن وذلك كل ليلة فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم أما تفرغه فلا تسأل فهو عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأول واعتكف العشر الأوسط واعتكف العشر الأخير مر به تسعة رمضانات صلى الله عليه وسلم إن لم يكن معتكفا فهو في ساحات الجهاد وتعرفون ما معنى الجهاد ذروة سنام الإسلام كل الأعمال فيها سيد ومسود فيها أفضل ومفضول فيها ما هو أعلى وأدنى قال صلى الله عليه وسلم في الاستغفار سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي إلى آخر الحديث فانت بأخي المسلم أنت في زمن تضاعف فيه الأجور مضاعفة خيالية تصور لو أعملت عمرة لكانت كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأي مضاعفة هذه؟ أي مضاعفة؟ من أين لك الزمن الذي كان فيه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ ومن أين لك أن تحج معه عليه الصلاة والسلام؟ وها هي عمرة لما وافقت هذا الزمن العظيم الشريف المبارك الذي لا أدل على بركته من نزول القرآن الذي هو مبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فهو شهر مبارك كما قال صلى الله عليه وسلم بل نزلت فيه كل الكتب السماوية كما قال صلى الله عليه وسلم بأن صحف إبراهيم نزلت في أول ليلة من رمضان وتوراة موسى نزلت في ست مضين من رمضان وإنجيل عيسى نزل في ثلاثة عشر خلت من رمضان وهذا كما قال الصحابي الجليل القرآن نزل في أربع وعشرين خلت من رمضان فينبغي للمسلمين يعلم أن هذا الشهر هو شهر عظيم عند الله عز وجل ليلة القدر التي خير من ألف شهر هي في هذا الشهر فتصور خير من ألف شهر أي من عبادة ثلاث وثمانين سنة أحبتي في الله إنه ينبغي علينا أن نتذكر أن ما مضى لا يمكن استعادته هل تستطيع أن تستعيد ما مضى من الشهر لا تستطيع وما بقي والله لا تستطيع أن تستعيده بل ربما لا تدركه فاغتنموه فإنه شاهد لأناس يوم القيامة وشاهد على آخرين سل نفسك هل حققت فيه توبة؟ هل أحدثت فيه رجوعاً إلى ربك وإنابة إليه وندماً على أفعالك؟ كلنا خطاء والذي لا يحاسب نفسه اشتد عليه الحساب يوم القيامة إنما اشتد الحساب على أناس لأنهم أهملوا أنفسهم في الدنيا فلم يحاسبوا أنفسهم فالكيس من دان نفسه أي حسبها وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني حاسب نفسك أخي المسلم أحد السلف سأل آخر فقال له كم عمرك؟ قال ستون قال من كان يسير إلى الله منذ ستين سنة فيوشك أن يصل فقال واهتال من هذا القول إنا لله وإنا إليه راجعون فرد عليه وقال من عرف أن له سيداً وأنه عبد وإلى سيده راجع وأن سيده سيحاسب فعليه أن يحاسب نفسه قال ما الحيلة يا إمام ما الحيلة قال أصلح فيما بقي يغفر لك ما مضى أصلح ما بقي واهتم فيما بقي يغفر لك ما مضى فإن الله جل وعلا عفو يحب العفو فيا أخي المسلم وأنت في رمضان فرصة ثمينة أصلح ما بينك وبين ربك التوبة التوبة يا عباد الله هدف الشهر واضح هو لتطهير العباد ولتكفير سيئاتهم قال الله جل وعلا في كتابه العزيز أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبه أناس لا يريد الله أن يطهر قلوبه وفي الحديث المحروم من حرم فيه رحمة الله وفي الحديث الآخر قل آمين قلت آمين قال من أدركه رمضان يا محمد فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين يقوله جبريل قال آمين صلى الله عليه وسلم فانتبه يا أخي المسلم لا تصيبك دعوة جبريل وتأمين محمد صلى الله عليه وسلم كيف يدركك رمضان ولا تغفر لك الذنوب والعصيان ألا تعلم أنه لا ينتفع الإنسان برمضان إلا كما قال الهادي البشير صلى الله عليه وسلم ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر بل أزيدك الصلوات الخمس لا تستفيد منها حقيقة حتى تترك الكبائر بل الجمعة التي بعض الناس ربما لا يصلي الفريضة في المسجد ويقول صلي الجمعة حتى يغفر له ما بين الجمعة والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر ومن الكبائر التهاؤم بالصلاة فضلا عن الزنا والربا وشرب الخمر وأي كبيرة من الكبائر لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فالشرط واضح فلا تخاطر وأعلن توبتك بين يدي ربك فأنت محتاج إليه وهو غني عنك أحرق أحرق ما بناه الشيطان بدموع الندم وأطفئ نيران الذنوب بدموع الندم من خشية الله عز وجل فإن من يدعو ويجمع بين الرغبة والرهبة استجاب دعاءه من كان قلبه خائف وليس فقط راجيا فإن دعاءه مجاب قال جل وعلا فيما سمعنا من الإمام إنهم يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فأجاب الله دعواتهم كل هؤلاء الذين سردهم علينا ربنا وذكرهم جل جلاله في سورة الأنبياء بيّن سبحانه تعالى أن السر أننا مسارعون في الخيرات وأنهم يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين لكن نحن نسارع في المعاصي والسيئات نسابق في الشر أما الخير فنتوانى ننام عن الصلاة ننام عن كل ما يرضي الله عز وجل هذه مصيبة عظيمة لا يعرف الإنسان خطرها إلا إذا أودع في قبره وجاءته الملائكة لتحاسبه ما دينك ما النبيك ما ربك فإذا خرج وبعث ومعه سائق وشهيد الملكان الذان كانا يكتبان أعماله أحدهما يسوقه أو كلاهما ويشهدان عليه أمام الله عز وجل كل نفس معه سائق وشهيد فماذا سيحاسب عنه أول ما يحاسب العبد من عمله الصلاة فإن صلحت أفلح ونجح وإن لم تصلح رد وسائر عمله يؤمر به إلى النار كما قال صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة وحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف أعاذنا الله وإياكم فالصلاة هي أهم من الصيام والكثير الذي يتكاسل عنها ويتأخر عنها ولربما صلى في رمضان الفجر وفي غير رمضان ينسحب نسأل الله العافية والسلامة ما من صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوة أيها الإخوة ألم نفهم ونحن صومنا الآن ووصلنا إلى المنتصف ما الحكم من صومنا أنت تركت الطعام والشراب والشهوة واختار الله تعالى هذا العمل اختاره من جميع أعمالك لماذا اختار الله تعالى الصوم؟ لما فيه من ترك المحبوب الإنسان يحب الطعام والشراب ويحب الشهوة هذه الأمور كلها قد تركها لله وهو صائم ولو يؤتى بالعصي ويضرب على أن يفطر لم يفطر وبعضهم تجده مريض ويقال له أفطر أنت مريض تحتاج إلى العلاج يقول لا 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 يمكن أفطر بينما يتعامل في الربا في الكبائر هذا أمر يكرهه الله إذا كان الفطر يكرهه الله فالربا حرب على الله أو غير ذلك من الذنوب والمعاصي من الزنا من شرب الخمر وتعاطي المخدرات وغير ذلك فأين الصدق مع الله عز وجل؟ لا يمكن أن يفطر ولكنه يتعاطى المحرمات ما فهم معنى الشهر ما فهم معنى الصيام ما فهم الهدف لماذا اختار الله صومك يا مسلم لماذا اختاره؟ لأنك تركت ما تحب من أجله هذه التضحية سبب الاختيار الصوم لي وأنا أجزيبه هذا هو السر انتبه لهذا السر في حياتك كلها حتى تصل إلى رضوان الله عز وجل أن تترك ما تشتهي من أجله فإن قيل ذلك يوجد في الصلاة قيل نعم يوجد في الصلاة فلماذا لم يختارها الله من الأعمال؟ لأن المصلي لا يشرب ولا يأكل لأن أمر الصلاة قصير وقتها قصير زمن يسير ولا يشق عليه أن يترك الطعام والشراب والشهوة وأيضا لو كان بحضرة طعام لم يؤمر بالصلاة حتى يأخذ طعامه وشرابه أما الصوم لا فإنك تجده في عز الحرب يعظم أمر ربه سبحانه وتعالى فأسأل الله تعالى أن يجعلنا وياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأرجو أن نكون قد توصلنا بهذه الجلسة القصيرة وإن كانت لربما يظنها بعض الناس طويلة لكن الشهر في الحقيقة يتسع لأكثر من ذلك محمد في المسجد معتكف لم يترك جواله كمثل من تجده يأتون بالمساجد بجوالاتهم بل ترك نساء التسع صلى الله عليه وسلم فكن صادقا مع الله لا يذهب الشهر يا أخي المسلم إلا وأسوتك فيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي أقبل على الله تعالى واختار الجليس من جليسه في هذا الشهر اللي واعد يروح يلعب كورا ولا يروح يضيع الوقت لا جبريل يدارسه القرآن فالجليس مهم هذا الزمن انتبه فيه شهر هو تربية على كل الدين كل الدين في شهر رمضان حتى لما لم يكن في حج شرع للمؤمنين عمره وتعد الحجة أما بقية شعائر الإسلام كلها في رمضان الصيام القيام تلاوة القرآن الصدقة الزكاة كل شعائر الدين خصلتان ترضون بهما ربكم لا إله إلا الله التوحيد وتستغفر كل الدين في رمضان فيا أخي المسلم انتبه لا يرحى الرمضان إلا وهو شاهد لك كل شيء يشهد يدك تشهد لسانك يشهد ملائكة الله تشهد الأرض تشهد رمضان يشهد والله على كل شيء شهيد الله ما اجعلنا هداة المهتدين غير ظالين ولا مذلين الله ما اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما والتفرق من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما الله ما علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ننتفع به اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم اكفنا ما أهمنا وما لا نهتم له من أمر الدنيا والآخرة اللهم اهدنا للتي هي أقوى اللهم اصلح أولياء أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينوا مذا ذكروا وتذكروا مذا نسوا اللهم اصلح حوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم اجعل هذا الشهر عزا للإسلام والمسلمين اللهم اعتقنا فيه من النار وأبائنا وأماتنا وذرياتنا اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين واشري مرضانا ومرضى المسلمين اللهم افرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المرق وقضي الدين عن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدي ظالنا وظال المسلمين صلى الله عليه وسلم عابين محمد